كما توجه رئيس السيسي بالتحنئة للخريجين جدد من أكاديمية الشرطة مشدداً على أهمية المسؤولية الملقاة على عاطقهم في إطار الدور المهم لوزارة الداخلية أرجو أن نحن نبقى دايماً عارفين أن المسؤولية الملقاة على عاطق وزارة الداخلية مسؤولية كبيرة قوي وإحنا كلنا يمكن وإحنا ماشيين في الشارع نقول فين الشرطة لو قبلتنا مشكلة أو حتى في البيت أو في أي أو حتى لما نلاقي الأسعار غير يتقول فين الشرطة فين الرقابة يعني عايز أقول دوركم مشهود من الناس كلها ومنتظر من الناس كلها ومصر كلها بتقدر هذا الدور طالما أن هذا الدور يبقى دايماً بيحترم إنسانية الناس وبيحترم إنفاذ القانون ودي النقطة اللي أنا يمكن بأكدها عليكم إن إحنا دايماً عايزين وإحنا بنتعامل مع مواطنين في مصر نبقى دايماً منتبهين إن إحنا آه إحنا موجودين في الشارع منتعامل مع تحديات كتير في يعني ممارسات اللي ماشي صح مش حابقه مشكلة معك لكن اللي ماشي بشكل مش يعني مش منضبط هو اللي حابق ليه مشكلة معك ترفق بي علمه من خلال أدائك الراقي وأيضاً من خلال القدوة الممارسة ممارستنا كلنا مش بس أبنائنا في وزارة الداخلية أتمنى لكم التوفيق أنتوا تقولتوا إن شعاركم علم وأخلاق واجب فتسلحوا بالعلم دايماً اشتركوا في القناة